بفقرة المجوهرات لليوم اختارينا لكم الفنانة ناسي عجرم بآخر اطلالات لها واختيارها للمجوهرات الناعمة البسيطة اللي تناسب اطلالاتها واختارت مجموعة من هذه المجوهرات اللي تناسب اطلالاتها الكاجول والرسمية لذلك حبينا نشارك بهذه الصور تقدرون تستلهمون منها المجوهرات اللي تناسب طلعاتكم أو مناسباتكم أولى مجموعة المجوهرات اللي اختاريناها كانت لها حفلة لفنانة نانسي عجرم مثل ما دنشوف اختارت جمسوت بلون الأسود مصنوع من البولك وأيضا كان عالي رقبة والصدر مكشوف لكن موجود قماش الدانتيل عليه وما أنه اللابسة هيش أنواع من الجمسوت اختارت فقط التراجي اللي تكون بسلاسل طويلة هذه التراجي تكون طويلة مرصعة بالألماس الأبيض مرصعة بالألماس والذهب الأبيض فهيش إطلالة كانت كلش حلوة بسيطة طبعا أنه نسقط فقط لأنه جمسوت بشغل هواية فنسقط فقط التراجي ومثل ما دنشوف تسريحة الشعر والميكاب اللي متعودين على نانسي عجرم يكون بسيط كان كلش ملائم لإطلالتها أما المجموعة الثانية من المجوهرات فكانت تعتبر كاجول شي كانت لابسة فستان مكون من طبقتين طبقة العلوية مصنوع من اللون الفضي والطبقة السفلية بتنورها مصنوعة من اللون الأسود بما أنه الطبقة العلوية مكشوفة الصدر حاولت تختار مجموعة من السلاسل البسيطة وأيضا اختارت محبس في منطقة الإبهام فكانت إطلالتها جدا بسيطة بان وحلو هي شي هذه السلاسل نقدر نعتمدها بإطلالاتنا اليومية أيضا حلوة التنسيقات ما يسموا مثل ما ذكرت الفنانة ناسي عجرم هي فنانة بسيطة دائما تحب التنسيقات البسيطة اللي تلائم شخصيتها ولهذا المجوهرات أيضا تناسب شخصيتها وتختار القطع النعمة حتى لو كانت مصنوعة من الألماز والذهب والأحجار الكريمة لكن الديزان والستايل والمجوهرات يكون ناعم مناسب شخصيتها التنسيق الأول اللي حاب أذكره هو تنسيق أيضا للحفلات والسهارات في إحدى حفلاتها اللي أقامتها ارتدت فستان أيضا مصنوع من البولك الترتر من فوق ليجواب اللون البنفسجي الغامق الفستان كان مسكر على الرقبة ومفتوح من الأكمام فاختارت أنه ترتدي أقراط من الأماس ولكن الأقراط جدا ناعمة كأنه دائرة صغيرة جدا ولكن اللي كان بارز أكثر هي الأساور تقريبا ارتدت 5 إلى 6 أساور كلها مصنوعة من الأماس ولكن الأساور كانت رفيعة فأيضا ناعمة وبسيطة ومناسبة لشخصيتها وبنفس الوقت الفستان كانت ترتر فما يحتاج أنه تلبس قطع كبيرة ويصير الستايل يعني مبالغ به فالتنسيق جدا حلو ومناسب إلهم أما التنسيق الثاني فهو أيضا مناسب للحفلات والمهرجانات ارتدت فستان باللون البنفسجي اللون جدا دارج بهاي الفترة والفستان أيضا كان جدا مميز مناسب إلها الفستان كان طويل وبنفس الوقت اللي بارز به على منطقة الصدر كانت مثل الفيونكا كبيرة فالفستان بحث ذاته هو بي ستايل وبي تصميم حلو فاختارت أنه ترتدي فقط قطعة مجوهرات واحدة اللي هي الأقراط أو التراتي التراتي كانت نوعا ما طويلة وكبيرة وكلها مصنوعة من الذهب الأبيض والألماز والتنسيق كانت جدا حلو والأقراط كانت جدا كافية لهيت نوع من الستايلات فالتنسيقات الثنين جدا حلوة ومناسبة للملابس اللي لابسيتها وأيضا مناسبة الشخصيتها شكرا